السلام عليكم اليوم وصفتنا سهل كتير وغير شكال ومن ثلاث مكونات مش اكتر بداية عندي الاشعارية هيدا الاشعارية اللي منفلفل فيها الرز مانا شعارية باكستانية ابدا الاشعارية اللي منفلفل فيها الرز رح نعمل اليوم منها حلويات اكتر من رائعة احبية رح انتقل مباشرة على النار رح حط تقريبا ملعقتين من الزيت مش اكتر حلويات اقتصادية بامتياز ولذيذة جدا اذا بتحبوا تحطوا الزبدة بديل الزيت هيدا الموضوع اختياري بس هون انا عم حاول قدمة فيها اني قدملكم وصفة تكون كتير سهلة وتقدروا تعملوها وما تدفعوا كتير رح نباشرة على نار هادية نحمر الاشعارية متل ما شايفين نحمرها كتير منيح لحتى نوصل لهيد المرحلة وقت نوصل لهيد المرحلة بسرعة منحط مباشرة كوب من الحليب وكوب من المي منحركن كتير منيح بقلب بعض متل ما شايفين وقت يبلش عند الحليب والمي يغلو ساعتها بتصير عند الاشعارية تمتصن هوني متل ما ملاحزين بلشت عند الاشعارية تمتص الحليب والمي بهيد الأسناء بسرعة بنزل عليهم مباشرة ثلاث ملاعق من السكر هيده أول ملاعقة هيده الثانية متل ما شايفين وهيده الثالثة ليش حطيت السكر لأنه أنا بدي عندي الشعارية تعسل تعسيل تصير طعمتها كتير طيبة بهايده الشكل منحركن كتير منيح بقلب بعض لحتى السكر يمتزش كله مع الشعارية والحليب طبعا أنا عم بشتغل على نار هادي ما نمقوي النار أبدا هلأ رح نزل الفانيليا الفانيليا رح تعطينا نكهة أكتر من رائعة نكهة كتير طيب إلى الشعارية رح نترك الشعارية متل ما ملاحظين لحتى تمتص كل الحليب الموجود عندنا وخليها تنطبخ على نار هادي جدا وهيدي عندي الشعارية تقريبا صارت جاهزة على جناب جهازة عندي بايركس أو أي طبق فيكن عندكم بالبيت تشتغلوا فيه دهنته دهنة خفيفة من الزيت متل ما شايفينه هلأ رح باشر بوضع الشعارية مباشرة على وصفة لذيذة جدا سهلة كتير اقتصادية بامتياز منا مكلفة أبدا أبدا أحب من مكونات موجودة عندنا بالبيت منقدر نعملها بهيدا الشكل متل ما شايفين سهلة كتير ما بتاخد وقت أبدا أبدا أحب بيئ بسرعة بتجهز عندي هيدا الشكل طعمت للشعارية كتير كتير طيبة حتى ريحتها رائعة على جناب عندي لتر من الحليب متل ما شايفين بحال ما عندكن الحليب الطازة فيكن تستخدموا الحليب البودرة لكل كوب كامل من الماء فينا نحطوله ثلاث أكواب من الحليب رح نزل ست ملاعك من النشاة أو ما يعادل كوب كامل رح نحركهم متل ما شايفين هون أنا بعدني عم بشتغل على نار هادية متل ما شايفين أكيد عندي كان بعضو الحليب بارد وقت نزلت النشاة رح نزل هلأ نصف كوب من السكر تحريك مستمر متل ما شايفين هلأ رح نزل الفانيليا كمان الفانيليا رح تعطينا ناكها كتير طيبة يعني فينا إذا بدنا نستغني عن الفانيليا بماء الزهر بس أنا بفضل الفانيليا رح تعطينا ناكها كتير كتير طيبة هون اشتدت عندي متل ما شايفين هلأ مباشرة رح شيل الأشطة اللي أنا جهستها ونزلها مباشرة فوق الشعرية هي وصخمة أحب إذا بعدكن مستمرين معي لها خبروني من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو هيدا الموضوع بيساعدني جدا إذا عجبتكن فكرة اليوم بتمنى تعملوا كتير شير ليصل لأكبر عدد من الناس وكل الناس يستفيد من هيدا الحلو اللي كتير بسيط ويلي منو مكلف أبدا على الجايب هلأ بعد ما عملت سطح الأشطة بهيد الطريقة رح باشر بوضع الشعرية مباشرة فوق شوية شوية مثل ما شايفين منصير من مدل الشعرية بطريقة إنه ما نخرب أو ننزع على الأشطة التحتني بهيدا الشكل عفيتها ريحة الشعرية كتير طيب يطالع مع الفانيليا والحليب بتحسوها هيك معسلة عسيل قريبة كتير للبقلوة اللي بتجي على شعرية الباكستانية كتير طيبي صراحة فهي دا الشكل هلأ بعد ما جهسته بدي حط فوق مباشرة الفستو الحلبي الفستو الحلبي مرحلة اختيارية فيكن تحط الفستو الحلبي المطحون أو فيكن تلغو مش ضروري أبدا إنه نحطه بس نحنا حطيني لازيني وأكيد رح يعطينا نكهة كتير طيبة كمان رح حط على كل الشعرية من فوق الفستو الحلبي بهيدا الشكل هلأ أكيد فيكن تلغو نهائيا السكر أحباء من الأشطر احنا إذا بتذكروا حطينا نصف كوب من السكر بالأشطر فيكن تلغوها نهائيا وتعملوا على جنب الأطر أنا هلأ كمان بعد شوي رح فارجيكم على طريقة الأطر أو الشربات بطريقة جدا سهلة وما فيها تعييدات أبدا فيكن تعملوها وتحطوها مباشرة على الوج تطلع كمان كتير كتير طيب كأنكن جايبينا لهيد الحلويات من محل الحلو هون طبعا حطيتها أنا بالبراد لحتى بردت معاي وهون طريقة تقديمة ما شاء الله جامدة على بعضها وطريقتها كتير كتير متل ما شفته سهلة هون عندي الأشطة معلش عرية متل ما شيفين شكلها كتير حلو لكل جمال عن جدش بشاه شفتوا جربوا الطريقة ورح تدعولي أحباقي بسرعة ونلايك للفيديو وعملوا ليشير لكل الناس تستفيد من هيد الفكرة البسيطة جدا هلا بدي حطها بالصحن وبدأت دواء وهيدي هي متل ما شايفين شكلها كتير حلو أحب باقي مميزة جدا لأن عملناها بطريقة بسيطة من دون تعيدات بمكونات بسيطة جدا ما اشتريتش من برة أنا بقلكم بس جبت الفيستو الحلبي هيدا هو اللي اشتريته من برة وباقي ما تبقى كل المكونات موجودة عندي بالبيت من الشعيرية للحليب للسكر للنشا كله موجود عندي بالبيت وأكيد متل ما قلتلكم فيكن تحطوا عليها على الوجه الشربات أو القطر أو الشيرة لأنه كل حدا ببلد عنده تسمية خاصة للقطر هلأ رح فرجيكن طريقة عملانا فعلا طالعة معاي كتير 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 طيبة هلأ رح انتقل مباشرة لفرجيكن طريقة القطر أو الشربات عندي هون أحباء ثلاثة أكواب من السكر كل حدا بيعمل القطر على طريقته فينا نزود كمية السكر فينا نقل لو حطت ثلاثة أكواب من السكر على كوبين من الماي وتركتهم لحتى يغلوا من دون تحريك بس يغلوا منعصر عليهم ليمونة حامض مثل ما شايفين منتركهم تقريبا شي عشر دقائق بعد عشر دقائق منحط عليهم ماء الزهر هيدا كان الفيديو اليوم أحبي إن شاء الله تكون الفكرة عجبتكن وحبيتوها أنا هلأ بدي وداكن إلى اللقاء